وفي كلمته قال رئيس السيسي أن مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرثت سلاماً قائماً على العدل واسترداد الأرض أشار رئيس السيسي إلى أن مصر تتمسك بحقوق أشقائها ومصالحهم خاصة الأشقاء الفلسطينيين كما حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرثت سلاماً قائماً على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الرازق والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الأشقاء الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية والعمل المكسف لمساعدة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السياح